دايماً احنا بنتكلم عن العادات الغذائية الخطيئة الناس دايماً تروح للحاجات أو الأكل الصحي اللي بيتقال إنه بينزل الوزن أو بيساعد في عدم اكتساب وزن زيادة والحقيقة إنه في ناس كتير رغم إنه هما ماشيين على نظام غذائي معين علشان يقللوا وزنهم إلا إنهما بيكتشفوا في وقت من الأوقات إنه ما بيخسوشوا الحاجة وبيصابوا بالأخباط وبيبتدوا بقى يلخبطوا في الأكل وده بيسبب لهم وزن زائد أكتر من اللي كانوا أصلاً عليه موقع بولد سكاي ده موقع معني بالشؤون الصحية بيتكلم عن العادات الصباحية الغذائية الخطيئة المتسببة في زيادة الوزن قالوا إيه بقى فيه الموقع ده قالوا إنه إهمال شرب المياه ده من الحاجات اللي بتخلي الواحد وزنه يزيد بشكل سريع كمان الأكل المصنع على الفطار هتكوا عارفين طبعاً الحاجات المصنع الكتير والمعلبات واللانشن والحاجات الكتير المصنع اللي بتتاكل ده من أسوأ العادات اللي ممكن أنت تبدأ بها يومك وكمان بتدمر أي نظام غذائي لإنقاذ الوزن اتكلموا كمان على إنه لازم تفطر فطار صحي عشان يمدك بالطاقة فتقدر تمارس يومك بشكل نشيط وبشكل طبيعي وبالتالي معدلات الحرق تزيد لازم تمارس الرياضة ومن الحاجات المهمة جداً إنك لازم تتعرض لضوء الشمس صباحاً عشان فيه ناس طبعاً بتنام متأخر وبتسحى متأخر تسحى بعد الظهر فيه معاد معين أو فيه عدد ساعات معينة بتكون فيها أشعة الشمس مفيدة جداً للجسم وهي الفترة الصبح بدري مش بعد الظهر مش الشمس الحريقة اللي ممكن الناس بتتعرض لها لما بتسحى متأخر وفيه ناس طبعاً بتتعرضش للشمس خالص ما بتخرجش من بيتها غير بالليل ده بيبقى خطر جداً وبيقدي إلى تكون الدهون في أجزاء من الجسم وبتالي نلاقيه بقى الراجل عنده كرش مش عارف ينزل وزنه ومهما بقى راح الجم ومهما عمل رياضة والستات برضو وزنها ممكن يزيد تبقاش عارفة تتخلص من الوزن زدائد وتصاب بإحباط فتاكل أكتر فتدخن أكتر فتبقى حلقة مفرغة فدي من أهم العادات الصباحية السيئة اللي ذكرها موقع بولد سكاي المعني بشؤون الصحية